انا خلاص باقت مفلس فلس 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 وانا فييس وبحب اهلس طب هلس 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 الحياة عربية حلوة وبت برضو تبقى حلوة ولحظ مركة وسكة سلكة وحظ يكون بيدحك مش لو يبوزوا بوزو 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 فلس فلس مش كل حاجة في الحياة متقلبة حاجة الاغلى اهمة حاجة واغلى من كل الكنوز الفلس بطرح وتجي وقالها محمود الميليكي احنا كنا زبر رجالة والرقولة مش فلس بس الحياة مش كاشو بس 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 حبة جد و حبة هاس هس 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 الدنيا لو حلوة علل عملوا لي في هل مخلّر لما تظكر لما تحلل تلقلّب يرضوهما لي فوزوا ... جمسمش كل حاجة في الحياة ميت ألف حاجة ها الأغلام أهمّة حاجة وأغلام كل الكنوس الفينوس بتروحوتيجي وألها محمود المليجي احنا كنا سباك بالجالة والرغولة مش فلس البنت تحب الحنية حسب النية نية 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 عيزة دلعي زرومان سية 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 ساعة اللي جتة احنا بمتراجل كنا قبل او كنا سناك كنت ممتك كنت قفتك كنت كل شيء في الدنيا دي ديها 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 انا خلط باقت مفلف الحياة مش كاشوة بس البنت تحب الحنية الحياة عربية حلوة وبتة برضو تبقى حلوة ولفس مركة وسكة سلكة وحظي يكون بيتحك مش لو يفوزوا موسو . 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 يا أسيد إذا كان شاهدك خلفل أعزة الديني وسأعتظر على كل لضور حدما كان من نفسه حتى이라는 Knock solution ANK grupos العزة الخمجل برافو سعيد سeston سلام عليك الفنانة سارة سلامة سمسم المؤلف سعيد نخلة بطل العمل ازايك يا سمسم؟ ازايك يا سعيد؟ انا بصوت اقوي نحن عم نشتغل مع بعض هم؟ ما دي ادك؟ المسك ايه ده؟ اهلا هو الله ارحمه كان بيعزك سنة بسك سعيد يا ابني ايه تبتعمل ايه بتفوقه بايدي بتاعت موعين؟ اصبه شفيته ده هناك تاكي تعمل شغل البيت هنا يا ابو ده بنتفوقه بصدر انا ايه؟ عمل ما شوفت حد يصحى ياسعل اسئلة وجودية كده تتقول انا فن؟ انا مين؟ لك ايه انا ازاي دي؟ ياه ايه بقيت لي ياه دي بقى؟ ما هي ياه؟ لازم يقولها الياه؟ عشان ااكد ليها انو هلدخ في الصين؟ ما هي ممكن هلدخ في الياه؟ انا حلمت حلم جميل قوي حلمت اني قابلت الشهرة شلامة ما المصيب يا حبيبي ان هو مش حلم دي حقيقة وسلمت عليها واول ما سلمت عليها واعترنت على الارض زي القلم الرصاص ما عليش يا ابو هنزبطها خلاص ما حصل خير لا ما حصلش خير يا سمسو ما حصلش خير الانطبعات دي بتدوم عند الستان انا دلوقتي اخلي بقى صارة سلامة تحبه ازاي؟ ساعدني يا ابني يا ابني ساعدني يا ابني انا باغذل برغ الحمار يعني انا دلوقتي في نظر سارة هروق ايه هروق دي؟ اه بص ده الميكس ما بين هفق وخبق بيعمل هروق اسمها هروق بيطلع اهم الميكس ده بيطلع كم اه انت في نظر سارة سلامة هروق ايش لا ابو ليه كده بقى؟ لا يا حبيبي انت مش في نظر سارة هروق ولا حاجة انت في انت في نظر العالم كل هروق دلوقتي يا سعيد أنا بس يا ابني كل اللي عايز أفهمه إيه اللي حصل؟ يعني إنت أصلاً مريض ولا دي نوبة سكر ولا إيه؟ فهمني بصوا أنا لما بشوف شارة في التلفزيون أو مثلاً في شورة بصوا كتت عاملة فوتو سيسان كده في المنفاترة إيه؟ مين فاندم؟ فوتو سيسان جلسة تشويرية آه آه نفسها قميش بيبي بلو وكده ومكانسة بساتح أنا لما بشوفها بيحصل لي كده طب ولما أنت بتتناهي اللي حصلها كده لما بتشوفها أمان لما تتجوزوا هتعمل إيه؟ هو أنا هتجوزها؟ قلتم طيب ولا أقول لي أعمل إيه؟ أمان يا ابني إحنا بنعمل كل ده ليه بقى؟ ما تتحبش قلبي معاك طب قولي قولي هتخليها تحبينه وتتجوزني إجاي بقى؟ ما هي بقى ما هي دي المصيبة بقى أنا أسحر؟ أسحر ولا أعمل إيه؟ ما مش عارب؟ هقول لها إيه؟ بص أنا هقول لك اللي تفكيري هديني ليه حاجة من الاتنين يا إما هقول لها إن أنت مريب مرض نادر وعلاجك إن هي تتجوزك؟ يا إما استغفر الله عظيمة هاجزب هاجزب بقى وربنا يسمحني ونقول إن أنت أسر ياسين بس معنا فريق ميكياج عبقري طب ممكن بش نغير موضوع أسر ياسين ده لإن هو بيبقى تقيل على لساني؟ يعني أسر ياسين تقيل على لسانك وصار سلام عادي؟ أنت أي أنسة كده جاي؟ أحبه كفاية إهانات بقى كفاية إهانات ما أنت السامع؟ عمر الشكل ما كان عائق ما بين اتنين بيحبوا بعض قل وسعيد شكله شكله الشكل والحل بتاع أسر ياسين ده لطيفهم فريق ميكياج عبقري وهنا تصرف فنانتنا الأمر الجميلة يعني من ورانا و يعني أسفين على اللي سعيد عمله طبعا لا لا ولا يهم أنت عرفي أسر ياسين؟ أه عرفه طبعا ده صحبي جدا أخش باحمد فلوكس بقى عشانا بس خسيسه سين طيب سيبك من أسر انت سمعت عن متلازمة سارة سلامة؟ متعذرش بايا إبو خلينا في موضوع صعيد أنا بس عايز أسأل سؤال يعني هو عمل حاجة قبل كده؟ آه عمل إيه؟ عمل آآ عمل آآ أسبوص هي الحاجات بتخش في بعض يعني أنا أنا أشوف الحاجة أعرف لك لكن الاسم ممكن ما يه يعني ممكن قول لنا وإحنا نقولك عمل ده ولا لا آآ عمل إيه؟ عمل آآ عمل الزايدة مثلا دي كانت تحفة كسرت الدنيا آآ قد سمعت قوي في المستشفى آآ لا أسبايد عنك الوجع ده بيبقى حظي لو أخذ عنها يعني ده أخذ بنجو كل فيها دي وأترشح البنجو كل كذا مرة آآ وأخذ جهازة الزايدة الدولية دي غير الدولة التقديرية غير الزايدة التقديرية بصي هو ما عملتش حاجات كتيرة قوي تمام؟ بس إحنا مرهنين على الولد ده يعني كل النقاد اللي شافوه قالك ده أحمد زكي بعد اللي جاي طب وليه مش اللي جاي؟ أصلا فيه ولد كده في أسر صقافة السنبلوين بيقال إن ده أحمد زكي اللي جاي فهو سعيد حاجز نيكست يعني هو بقى اللي بعد اللي جاي أصلا إحنا ننظمينا أحمد زكي آآ ما حدش يخش فيه آآ هو يعني هو محتاج دعم مننا لأنه بتحصل له شوية تصرفات غريبة كده يعني وبيعيش في الدور سنة بيتنك يعني لا ييتنك ييتنك ياخد بالجزم على بقه آآ آآ لا وبيطريقة لطيفة برضو يعني آآ يعني من غير مباشرة كده لو هو بنعل على بقه خطف كده آآ هو بس اللي نقصد يعني نقوله ان هو بيعيش في دور قيبك فكل اللي بنطلبه منك بس تستحمليه يعني مثلا لو هو إيه كمعايشة في الدور إن هو مثلا لو قالك يا حبيبتي مش إن ده معنا ده إن حبيبتي ده إن جدا طب لو مثلا قرر يعكسك مثلا أو يلطف مش يلطف إن اللطف إن برضو اللطف إن برضو يلطف إن آآ جب مأزون شهود كتب تتابع عليه كي ده معانا الشهود إن إن طب إيه نسيب بقى الفنانة تجز آآ يلا بينا يلا نعمل تاريخ تركز معايا بقى سمسمكي واسمع مني عشان نخلص من طلب بتاع سعيد ده أنا معانا ماشي فكك بقى مشاهد الحرب والتطار وتركز لي مع شجرة الدر وقايبك عايزك تكتب لي سطرين حلوين كده يخلوا الوادي يترسم قدام سارة فتحب هم عايزنا فكيني من اللي أنا كات بو أكتب الحاجات اللي إنت بتقولها يا جميع آآ لا يا إبو لا أنا مش كيبورد رخيص على رف خشف في مكتبك تتحكم فيه زي ما أنت عايز أنا مسمحلكش تلمس بنتي من بنات أفكاري أنا بنات أفكاري أشرف من شرف خلصت؟ بقول لك بنات أفكاري يا إغراس يا إغرا إغرا إيه اللي بتقوله ده إيه منات أفكارك إيه يالا اللي جبتهم في أول يوم تصوير دول يالا منين يعني؟ يا أخي بتفك معاك تفك معاك بس وطعش اللي بس كاسكت فتكعت لنفسك توفير حكيم يا ضعيل متحمس بس اللي بقول لك علي تعمله أما ها بعمل أهو بتكتب لي مشاهد ساخنة لسارة وسعيد مشاهد ساخنة أيام المماليك كان فيه مشاهد ساخنة أيوا يا سمس ہے يام الممليك فيه مشاهد ساخنة أما الي احنا جنا أزايchan؟ أيوا يزاي بقى لأن انا سألت ماما قالت ليس أسأل والدة انت سألت أمك لمملك المماليك بيخلفه أزاي؟ أنا تحديدا الفترة بالتاعت المماليك الدين المماليك كان تأيجي أزاي؟ أيوا أنت ليه شغل نفسك بالمماليك بيخلفه ازاي؟ أنا هتجنن انا هتجنن مش إحنا أصلا مماليك أيوا وبعدين ربنا تكرمنا؟ ايوه بس ليه بقى؟ عشان اكتهادنا وذاكرنا اكتهادنا شفت؟ انت قلت زاكرنا هو اخرص! بتقول ايه؟ بتفك معاك؟ تكتب لي مشاهد موحوحة وموحوجة طي هادر خلاص هسخن مشاهد خلاص هسخن تسع مشاهد اسخنلك معايا شكلا بقى الله ماذا تريدني ان افعل يا ايبك؟ وانا اشعر بانني لست اولوية في حياتك خذ الامور بسلاشة يا شجرة الدر لماذا كل هذا؟ لا شيء من المفترض ان تعرف لوحدك ان جيوش تطار محتشدتنا عند كرتة الاسكندرية وقد فقدت الاتصالة بكل حلفائنا لم اطلب منك ان تزيد سرعة الانترنت لا قد التصد بخدمة العملاء الى اكثر من مرة وكش مدعم الفني يضعني على الويتنج مرارا وتكرارا لا 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 معلش يا أستاذ انا مش قادرة جوحر جدا مش قادرة قط دخلي ميا وفوت للأسادة ان اشوفوا عراقهم وبصارع الشمس بتروح في داية لا يشتر عرضة وسيمسم انا لاحظت حاجة شافة فتحك فيها ازاي ايه احنا معانا دفايات في المشهد استغرب ايوه ليه دفايات اقام المماليك لا مش عايز جنان بقى انا مش عايز جنان انت قلت انا عايز مشاهد سحنة مشاهد سحنة مشاهد سحنة بتتعمل ازاي مشاهد سحنة دي الكاميرا ايما بتروح على رعد وبرق والشبابيك بتعمل كده ايما لاهوة بتفور ايما بتروح على الدفاية فكتبال اسهل اعمل ايه بقى دلوقتي ممكن اجوف شغلي ممكن ديوت صوتك عشان انا هيا مخرج وممكن اديك بالجزمة عشان انت ابني الدادة هو انا ممكن اشرا مش هتعرفي؟ لا جوحر مش قادر شايفي اللي انا شايفي سعيد وصارة اه لديكاليهم مع بعض اهو بشكل طريقتك تتنفعت معاهم ها مطرح مطرح سعيد واقع على الدفاية عضو الطفاية البزرة راح بالراحة سعيد ايوة اوه شفت يا جماعة شفت شرب وهي بتشرب مطرحي ومقرفتش ما قللي كنت مرايل انا كنت مرايل يا شامشن عارفين ده معناه ايه؟ معناه انها بتحباني اوه معناه انها كانت عطشانة يا سعيد اوه معناه انك مقرف لو مرايل في الإزازة اوه نفسها حلوة هنكمل الفيلم ازاي بالتعويرة اللي في وشه دي انتي مشكلتك بس في التعويرة اللي في وشه اوه اصلا وشي سعيد ماينفعش يتعمل بيه بطولة فيلم هنشوف بقى اندريها بميكياج ولا حاجة اوه ماينفعش ليه يا أستاذ كامبة هيكشف معاك في النور ولا ايه؟ لا اصلي ببيته سعاد بنت خالتي المسؤولة عن ميكياج هنا في الفيلم خلصوته كله في حنة البيتة اميرا احلف اميرا اتجوزت اتجوزت ماجدي ولا ردوان راجع من ليبيا ماجدي مين وردوان مين لا اصلا ردوان خد دهب الحجة ومشي فجأة ايه؟ انا اسح احنا فيه ولا فيه؟ ماجدي ولا ردوان ياط دب جد اصلا بقى خد دهب الحجة بلك مشي فجأة عارف يعني اتدهب وامطلع فجأة اهو؟ ممكن نفكر في المشكلة اللي احنا فيها لو سمحت طيب احنا محتاجين بس ميكياج مش هزين فلوس نجيب ميكياج لسعيدنا مفيش ميزانية الميكياج ايه بو انت معاك بودجت لو سمحت التزم بيه؟ وبعدين هو مش انت المخرج اتصرف صوره بقى بجنبه بضهره حط له شنب عالتعويرة خلاص يا اساس تعليمات الاستاذ اشهاي نحط شنب للاستاذ عالتعويرة سمسو بقيت طبعا انا كمخرج برؤياتي لا دي مفتحيل عد الهابة اللي حصل ده من غير مبرر ودرامية بص بقى بص تلعب ازاي زودلي مشهد هم؟ بحيث ان التطار يشوحوني بقى سعيدة على الجريل بحيث ان انا يبين احنا ليه عاملين كده الجريلة دي كده انا احترامت عقلية المشاهد ده على اساس ان التاريخ ده قماش كسطور وان انا ترزي تحب بقى انا الجريل الجريل بتاع ابو عمار اللي في الدقي ايه؟ اهو انت علشان جاهل مش فاهم حاجة يا ابن الجريل ده في مصطلح اسمه واجبة درامية ده سيما اتعرفش حاجة عنه انت ده انا مش هعمل اي حاجة الا في سياق الدراما اهو انت ما سألتش نفسك يا سمسم انا ليه ساكت عليك رغم ان انت هنا مجرد كاتب وانا هنا المخرج يعني الكل في الكل وحتى في البيت انت ابن الدادة وانا سيد البيت هو انا استغربت بس انا اقول تزيت يومين كده اللي بقولك عليه تعمل لا نعمل في سياق الدراما كل حاجة هنا مشهد للتطار وتزويدلي برضو مشهد ما بين سعيد وصار لا ماشي الدراما تساعة رومانسي كده صار بقى بالمشاعر الحرة الدافية بتاعتها بس باب بس وسعيد بقى بارد خالص بس بس فاهم ده انا عامل حسابي بارد دي مرجعش الاقيك حاطة سعيد في ديب فريزر كنت هاعمل ده كان هاعمل ده يا الله استاذ كامبا معلش كنت عايز حضرتك في موضوع كده بص بص ابو كمخرج طلب مني انا كسمسم اللي هو المؤلف ان انا اكتب مشاهد رومانسي ايو ايه المشكلة؟ المشكلة ان انا انا الحاجات الرومانسي والحاجات دي انا انا مليش فيها قوي يعني تقدر تقول اني يعني ما بخرجش كتير مليش تجارب سابقة مليش تجارب سابقة ازاي ما حبيتش قبل كده؟ لا طبعا حبيت وانا صغير كان فيه مسلسل كارتوني كارتون؟ ايوه كان اسمه عدنان ولينا انا كنت احب لينا قوي ايه كانت لطيفة بس انا يعني ما كملتش الموضوع لاني ما كنتش فاهم العلاقة قوي ما بينها وما بين عدنان قال هم صحاب اخوات اصبتها ايوه ايوه يعني جنب الكارتون ما كانش فيه حاجة كده ولا كده؟ لا اعيب عليك كان فيه طبعا هو الكارتوني حلوي الى team القدد ان للبوذ و كارة ايوه والحركات تلك". ما فيش خالص؟ ملت. انا بقى هادلك على منبع الرومانسية بذات نفسه ومعنا دلوقتي إبراهيم النويري صاحب بجموعة شركات النويري من موقع فيلم الجديد والله يحكي لنا عنه السلام عليكم ورحيم أهلا بيك وأهلا باستاذ المشاهدين إحنا عاملين حالة حلوة قوي في الفيلم يعني يمكن من خلاله ونزلنا لمسنا نبض الشارع وإسناله الضغط وتمام الحمد لله مهزر طبعا لا يمكن أنا عمل بس تركيبة جديدة عليها أنا شخصياً ما عملتاش قبل كده مش قادر أتكلم أكتر عشان ما أحرقش تفاصيل الفيلم والسرية اللي بتحوط العمل ولكن كل اللي أقدر أقوله أن الفيلم اسمه شجرة الدور بس كده من الواضح أن الفيلم بيحكي حكاية شجرة الدور؟ لا مش لازم يعني ما ممكن يبقى أحداث الفيلم بتدور في شارع شجرة الدور في الزمالي أو في حي الأشجار يعني صح؟ كل اللي أقدر أقوله أن احنا حنحضرنا كويس جداً يعني يمكن عملنا فترة بمعايشة لمدة شهر في غابة علشان ندرس سلوك الأشجار وهل ده ليه تأثير على شخصية سينمائية تاريخية محبوبة زي شجرة الدور؟ ده اللي هنشوف في أحداث الفيلم طب قلنا يا إبو أنت وقهل إخراج الفيلم خاصة أنك مش دارس إخراج؟ والله أنا بشوف أن الموهبة بتفرد نفسها والمخرج الشاطر والموهوب ماش محتاج لدراسة ويمكن عندنا نماذج كتيرة جداً لمخرجين ما درسوش إخراج وستلاحظوا الفكار مثلاً كان زابط شرط ممثل؟ يعني يمكن إن شاء الله الفيلم ينزل ليعمل باكفاير كويس مع الناس فيد بيج؟ آه يعمل فيد باكفاير كويس مع الناس إن شاء الله وإحنا عاملين حالة حلوة بجد هو فين؟ إيه ده؟ ده شخصية معنا إيه ده يعني؟ إيه يا باسبوس في إيه؟ إيه ده يعني؟ ده السكريبت ولما هو السكريبت باسبوسة مش فيه لإيه؟ باسبوسة مش فيه لإيه؟ يمكن شالوها من المينيو مهازر بكل الحب هنتكلم عن الحب وبكل الحب هننائش كل أضايا الحب من علمت العاشقين معاني الشوق وأنا من اشتقت يوما واحترقت شوقا وأنا أيضا من حرقت الأشواق على أعتابه ولم يحترق بلاهيبها وأنا هذا وذاك أنا العشق أينما كان وأنا الحب في كل مكان وثمان إيه يا بيبي؟ ده شتان دخل بنا ده ولا إيه؟ جرائيه يا إبو هو أنت اللي هتمثل ولا أنا؟ بعدين يا حبيبي الشتان ده ما بيننا من الأول المشاهد بتاعت راحت فين؟ حبيبتي ما لحتاجت المشاهد دي كان عندي شوية مشاهد زيادة اديتها لصرة سلامة عشان تحب الوقت سعيد يمضلنا على الوصية واعمل لك قناة لوحدي لا يا حبيبي ما ليش فيه الوصية بتاعتك مش بتاعتك ما أنا وأنت واحد يا بوس بوس لا مش واحد يا حبيبي البسبوسة خلاص خلصت في بلاح الشام تاخد؟ لا مش هاخد يا بوس بوس مش هاخد عشان أنا جزعت خلاص وتفضلي بقى تكري على الله أنت بتطردني؟ بتطرد بسبوسة؟ آه بتطرد بسبوسة؟ يا ترى بسبوسة هتمشي لوحدها؟ ولا لفها تكويه؟ انت مالك فرحانة كده ليه؟ ولا فرحانة ولا حاجة هو أنت إزاي تباشي بطلة الفيلم من غير ما تقول أنا عشان بسبوسة؟ بسبوسة إلمي لزاقة اللي اتزعلني دي على فكرة أنا لولا أن فلوس الإنتاج خلصت كان زماني عاملة أوردر أولا لو كسرها وراها طيب ما ليه بقى؟ الموضوع ما سألتنا بقى كان لازم تاخد رأيي أنا بتتليها شاهي طاز انت بقى أنا مش هعافي أعمليه في المصيبة اللي أنا فيها دي هجيب من يل حد يعمل دور بسانت دلوقتي؟ هجيب من... ايه... بقولك إيه؟ ما تعملي إنتي الدور وتكسابي فينا سوابه عشان نخلص التصوير مانيش فاضيه مانيش؟ عندي ارتباطات لا اسميكنا عندك ارتباطات هي مانيش؟ أيوه عايز حاجة؟ لا طالما مانيش يبقى الضياري ويمشي خلاص شكرا بلا دي قوي نيجي بقى الموضوع المهم جداً وهو إزاي نعرف إن كان حد بيحبنا أو معجب بينا مثلاً هتلاقي كده الحد ده بيعمل حاجات معينة زي إنه بيهتم بيك أكتر من بقية الناس وعنده استعداد يعمل أي حاجة حلوة علشانك اتفضل يا سي سمسم أمو علي قلت عامل حاجة حلوة عشانك أم مرسي يا بطة تسلم إيدك طب ونبي يا سي سمسم ده أنت أهم واحد في الفيلم ده بس هم اللي مش مقدارين وحشين هم وحشين وتلاقيه شايفك أهم واحد في الدنيا حتى لو محدش مقدارك تلاقيه بيتلقك علشان يشوفك ويقضي معاك وقت أكتر ي�ه، نسيت السنية آآآ لا طبعاً مشكلة دي هتلك دخلت جوالات الدنيا فاضية فلقتي طبعاً دخلت بسيت ماidente هاش قلت للحسن تستهوي ولا حاجا؟ ما عندناش صوني اتباط برا بعد إيش؟ مرسي يا بطة تفضل نيجي بقى الأهم ايييه؟ انت ناقص تقول اسمها بطة ورحتها تقلية أهم حاجة إنك لو بصيت للشخص ده في أي وقت وفي أي مكان هتلاقي بصصلك ومش قادر يشيل عينه من عليك قالوا أيوة عرابي كريم طلعلك بالحاجة عند الجامع في الويلة أيوة أنا مدبع عليه عشان الحكومة ما تخافش ما تخافش يعني بطة تحبني طب وبابا طارق طب طب وبابا طارق هيا سمس عملت إيه؟ أنا معملش حاجة هي اللي عملت وأنا أوحركت جداً هي مين يا ابني كتبت الورق؟ الورق آه هو هيا نسختك هيا هيا دي المشاهد ها؟ ها هيا دي هيا دي جاكت فايل وبتاع أنا قولت انتقل بعشان أول فيلم وكده ورق إيه فور محمل؟ فيه لونجير سنة في الأول بس معالي كده تحفة طول الليل طول الليل صغراً براو عليك أتبك بقى من الإسكريبت ده خالص؟ خالص؟ ماشي؟ ماشي عايزك بقى إيه؟ تركز معايا في الخطة اللي أنا عملها دي يلا أنا هيعاكس سارة سلامة يقوم جاي سعيد شايفني أنا بعاكسها؟ يقوم درد قال يعني بيدافع عنها عارف انتك نشيت ع زمان ده؟ ده من أيام الديناصورات ده قلت لها ديناصورة تتفق مع ديناصورة قدام مموث عشان يعمله أساء بس هي بتشتغل ربنا هيكرمك انت بالذات وهتشتغل معاك والله هي ابن الست بتحب الراجل الحامش وإحنا معنا سعيد المفروض إنه راجل نركبه بس حتة الحامش دي وبعدين هي أكيد هتحبت خلاص خلاص؟ ماشي سيب سيب انت حطت من البرفوم بتاعي؟ لأ ده إيه القرف ده؟ لأ أنا ما بستعملش حاجة حد مش مش الاخضر المدور اللي بيبوك جامد ده؟ أه لأ دي رحتك انت جامد أنا برضه خذ الأمور بسلاسة يا شجرة الدر خذ الأمور بسلاسة يا شجرة الدر سعيد سعيد تعال حبيب خذ الأمور بسلاسة يا شجرة سعيد سعيد أيه المفروض كنت تعايزك أوه شم شم بس يا سعيد م mamm شم 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 آه يا سعيد سعيد بس أخذ بالك من نفسك لا أستنى أنا آسف أيوة أخذ بالك من نفسك طيب أنا بس كان عندي تفصيلة صغيرة كده في الشخصية الوقتي بالنسبة للجرح الغائر ده ده أكيد لو مبرر درامي أنا مش همتدخل في شغلكم تمام؟ بس يعني بالنسبة للكلوزات بتاعتي يعني هل أنتوا هتجيبوا الكاميرا من هنا؟ بحيث أن هو ما بنش؟ ولا أجيب الدبلير بتاعي؟ أخذ بالك من نفسك أسعين خلي الأمور بشلاشة يا شجرة الدر على مهلك يا فنانة على مهلك ليحصل التوقف الكحر اللي قدر الله والله إحنا ما قده ده نموت فيها إيه يا جدعان ده؟ إيه يا شجرة الدر كب الحلوة دي؟ والله العظيم بنزي في التاريخ تكسفنيش بقى يا جماعة يا جماعة حد أنت همديري التصوير والله إما محتاجين ننور المشهد إحنا معانا بقدر مننور أنا مبسوطة قوي إن أنا بعمل دور زي ده حلو اللبس الملوكي ده علي؟ حلو بس نحن يريتنا كنا في ضمن مماليك عارفة؟ أنا لو أمي كنت خيرتني تحب تعيش في أنهي عصر؟ كنت قل لها المملوكي يا ماما يا ماما طب عن إذنك بقى أشعر رجع المشهد ليه؟ ليه أنت لذاكي راجع المشهد؟ ليه طيب؟ أنت قولي أي كلام من بققك وإحنا نركب السيناريو عليه يا أبجديات الجماعة يا سمسو، سعيد مالو ما جازد رابني ليه وأنا بعاك السارة يا ابني يا رجع فضيلي ثلاث دقايق واتجبونا من محكمة الأسرة بنتطلق هو حصل مشكلة صغيرة، أنا نسيت أقول له على الخطة بس هو أخذ باله من نفسه دلوقتي وأخذ الأمور بثلاثة ربنا ينتقم منك بعيد ده أنا لو سند على جيلي ما كانش أوقعني زيك تلاقي سعيد طبعاً دلوقتي تضايق إن أنا بعاك السارة ومش قيمضي إيه يا ابو أنت رسنا ما مضطوش على الفيلم الغاية دلوقتي؟ فيلم إيه يا ابني الوصية؟ الوصية آآه الوصية ناسف الله رحب عشان انت لسه فكك السلك هاي يا ابو أنت فين يا ابنة أنا وصلت المسرح؟ مش محتاجة ذكاقة سمسبي هو الوضل لاحده مش طيقني وان لو جيت هشعل للدني أكتر المهم انت فيمت هتعمل إيه؟ هعمل إيه؟ يعني أكيد هلم مصيبة من وراك لأ انت هتطيب خاطر سعيد تمام؟ وهتجيبه علينا على البيت تفاهمه ان شاه المنتجه عزمه على العشرة يا شاه جاية هي مش عنده عيد ميلاد؟ يا ابنه انا خليت منه اتكلمها تفاهمها ان انا عملته مصيبة قولتلي هي لازم تيجي فورا المهم انت خلص بتعالي يا ودعا الدقة والخطط ماشي يا اخوة سلام سلام سروع حسنا 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 موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة